المغربية الأفريقية الحقيقة وواحد كان بجد وواحد كان من أسباب عشقي للكرة في المغرب بنجم كبير جدا ومشوار كبير جدا واحد من أساطير الكرة المغربية الكابتن محمد التيمومي هيكون معنا طبعا بمناسبة مشاركة المنتخب المغربي في البطولة وخصوصا كمان يهمها نسمع رأيه واستفادة الأشقاء في المغرب من مواجهة مصر وبالجي كان برح يا كابتن محمد يعني استضافنا وانا استضافت وتشرفت بمقابلة كتير من نجوم اللعبة على مستوى العالم لكن صدقني احساس خاص جدا جدا وانا بكلمك الآن على الهوى بشكرك جدا على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك في السادسة شرف لنا كبير لا والله انت يعني انت ذكريات كبيرة جدا معايا واحد أنا فيه يعني فيه فترة من الفترات كنت بعمل كنت بنعمل مجلة حاطية كده في المدرسة واحنا صوارين أنا عملت لحضرتك صفحتين صفحتين أنا عملتهم بنفسي من كتر حبي وعيش إليك ومتابعيتي إليك في الوقت ده فشرف كبير جدا لي انك تكون موجود معي على الهوى النهاردة شكرا أنا حبيبي طيب أنا أسعد مبروك طبعا تأهل المنتخب المغربي وأملنا فيكم كبير تمثلوا الكرة العربية أحسن تمثيل في البطولة خليني أبدأ معاك من مواجهة مصر وبلجيكا وبلجيكا واحدة من المنتخبات الموجودة مع المنتخب المغربي في نفس المجموعة شفت المواجهة إزاي وهل أقدم روي فيتوريا مع منتخب مصر أوراق مهمة ومفيدة لمنتخب المغربي قبل انطلاق البطولة؟ أنا أخويا صراحة ما شفتش المباراة ما شفتش عليها لكن حتى لو ما تبعتش التفاصيل كابتن تايمومي نتيجة كانت كويسة لمنتخب مصر ومتأسف أنا كتير لأنه ما حضرش لا خالص بس أكيد كابتن ريكراكي المدير الفاني منتخب المغربي أكيد تابع المباراة لكن في النهاية حتى معنويا ونفسيا فكرة أنه منتخب مصر يتفوق على المنتخب المغربي أعتقد أنها بتصب في مصلحة المنتخب الجيكا عفوا هتصب في مصلحة المنتخب المغربي في البطولة سوف هي المباراة هذه الودية أنا ما تنقضهاش بإحداث كبير أنا أحساب مباراة الدزورجية أنا كنتنتم لنا بس المنتخب المغربي نهازم لسما يتقرص للشباب لسما يتقرصوا وما يخدوش بأنه هي أكيد بالجانب المعناوي شيء مهم أنك تستطر ولو في مباراة ودية ولكن مخصوص تستخدموا في الحجم كبير بأنه يمكن مباراة كرواتيا يمكن أن نتصروا عليهم ونضروا مباراة بالجيكا ومباراة ديالة لازم تكون المباراة ديالة تتعطي فرصة الناخب الوطني أنه يوضع واحد الخطة والشاكلة دياله ويحاول مع أمكان أنه يتجاوز ديك الأعطار ديالة مباراة دخل في الأيطار ديالة كابتن تايمومي أنت نجم كبير ومتاريخ كبير وبتأكيد نظرتك ورؤيتك وتقييمك للأمور مختلفة إزاي بتشوف الجيل ده الكرة المغربية طول عمرها الحقيقة عودتنا على أنها تقدم نجوم على أعلى مستوى النهاردة بنتكلم على منتخب على مستوى العربي وعلى مستوى الإفريقي يعتبر من أعلى المنتخبات سواء من ناحية الإمكانيات الفنية ومستويات اللاعبين والقيمة التسويقية ليهم إزاي بتشوف قدرة وليد الكراكي على قيادة المنتخب المغربي لتحقيق نتيجة جيدة في البطولة وليس فقط فكرة المشاركة فيها الأدور التمهيدية أو دور المجموعات فعلا هو المشاركة تكون إيجابية يعني نتائج تحقق على أرض الملعب فعلا عنده تركيبة بشرية مهمة والشباب اللي هم سواء اللي يشتوا داخل البطولة ولا في الفرق ديالهم يعني مستوى هم عالي وكبير بزيال ولكن الأرضية الملعب ستكون عندها اعتبارات فراغ لازم نأخذ الأمور جدية نأخذها بالمرضودية الإيجابية والسخاع في المرضودية ثم اللياقة البدنية والعاوة من الخرى الجانب الدهني والجانب المعناوي شيء مهم بالنسبة لللاعب ثم التقى في النظر هذه الأشياء لازم توفر في اللاعبين هذه الشباب اللي هم حاضرين الآن ما نعطى بهم شباب ولكن اللاعبين اللي هم محتافين وتين شطوف بطولة كبيرة فأرغب أن المشئولية ستكون سهلة لازم على عاطقهم مسؤولية كبيرة لازم يطفل الأمور ديالهم حتى نتوظيف والد رجاجي لقى التشكيلة المناسبة يعني والتوظيف الجيد لهذا اللاعبين المباراة الأصعب أو المباراة المفتاح حوال بداية المشورة أعتقد أن يكون مع كرواتيا وكرواتيا وصيف النسخة الأخيرة من كاس العالم يعني برضو منتخب تقيل مش بس المنتخب البلجيكي فبالتالي بتشوف المباراة المفتاحية للمنتخب المغنيبي عشان يقدر يعدي من دور المجموعات مواجهة كرواتيا الأولى ولا مواجهة بلجيكا اللي قد تكون حاسمة أو فصيلة لا أستاذ هي دائما فطولة من هذه القبيل يعني الضرفية دي اللي أسميزه أو المباراة الأولى الثانية ما تكونش يعني يومين دي راحهم بعد تتتقض المباراة الثانية لازم تكون نتيجة إيجابية ومثل نقول إيجابية ما تفادى لهجيمة يعني انتصار ولا التعادل كيعطيك الحماس كيعطيك العناوية يعني أنه تواصل النتائج دي التي تبحث عليهم بالنتائج الإيجابية فأعتقد أن المباراة الكرواتيا لازم نأخذها بجدية أكثر وبعطها أكثر نعم نضروس لهذا الفريق باللعبين المتميزين عندهم لازم نأخذها لعبين ككلهم لعبين الكرواتيا ولو أنهم لعبين لهم كينشتو في فرق مختلفة عالميا ولكن نأخذها بجدية أكبر ونحاولوا بس نتفدأوا الهزيمة وهذا غير يعطينا آمال كبير للمباراة التانية بالزيكا بس نحق نتيجة إيجابية ونوصلوا للمباراة بالنتائج الإيجابية بتشوف إزاي عودت بعض الأسماء اللي كانت بعيدة عن المنتخب الوطني يعني حمد الله حكيم زياش إزاي بتشوف أنهم ممكن يمثلوا إضافة ورأيك في عودتهم مرة تانية لسفو المنتخب الوطني المغربي شوفوا تواجدهم جيد وإيجابي وأظن بأنه تتفقى ماشي في الأسماء في العطاء دي اللاعب لازم يكون عطاء ساخير وعطاء اللي هو تخدم المصلحة دي للفريق الوطني يعني اللي بتعدوا من الحساسيات والهد هذا الهراج والهد الفوضى اللي وقعات يعني المجيء دي مثلا حمد الله أو عدم المجيء دياله يا الجياش مثلا مع المدرب الناخ في الطابق لازم يتفاعدوا هذه الأمور ويحاولوا يتلحوا الأمور جديا اللي تكون داخل منها غير المنتخب المغربي كابتن تايمومي مين من المنتخبات الأفريقية أو المنتخبات العربية اللي بتشارك في البطولة تراهن عليه أن يحاق نتائج جيدة لا أرى نتمنى لهم التوفيق أقول لهم أنا نتمنى لهم التوفيق بدون تستثناء فأنا تنقول بأنه كينا السعودية كينا المنتخب القطري كينا تونس السنغالي الكاميروني هذه الفرق اللي هما يعني المسار ذي لهم سواء في الإقصائي ولا في المباراة الودية ولا الجدية دائما يعطينا يعني لعبين كبار ومروا بيهم لعبين كبار فأنتمنى وما يوصلوا هذا الحادث هذا يعني بنتائج إيجابية ويشرفوا القرى العربية والإفريقية مين نجم المنتخب المغرب اللي تراهن عليه كابتن تايمومي نجم يصنع الفارق لا لا شوف أنا ما نكلز ندخل بعد الحزز يا شوف لاعبين عندهم قيمتهم حاكمي عندك بوفال عندك مزاوي عندك يعني شوف الآن ده تطويق الرياضي الحمد لله في المسار دي لها اللاعبين كلهم تنسطو لا فرق كبيرة على المستوى العالمي ما نقولش غير غير الأوروبي الأقبل كانوا اللاعب الأفريق أو اللاعب العرب كيمكن يستغلو فهذا الفرق دي أو نسطو الأفريقي كيف ما كانت الانتماء دي لأي بلد تتلقى في دول بورو كبيرة أوروبا صين جابون فهذه فأظن بأن المسار دي لها دي لها اللاعبين كلهم تنسطو وما غير نسطو لعب على العقا كابتن تايمومي بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا بمدخلتك معنا وكل التوفيق للأشقاء في المغرب وإن شاء الله يقدموا عروض قوية مش بس نتفرح الشعب المغربي هتفرح كل الشعوب العربية والأفريقية شكرا جزيلا